أمارت وكالة حماية المعلومات الألمانية فيسبوك بالتوقف عن جمع بيانات المستخدمين الألمان على تطبيق واتس أب وحث في أي بيانات تم جمعها في الفترة الماضية. مفوض هامبورغ لحماية البيانات وحرية المعلومات أكد بأن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة لم تحصل على موافقة مستخدم واتس أب باستخدام بياناتهم. على فيسبوك الآن الاختيار إما الانسياع إلى التوجيه والتوقف عن تبادل بيانات المستخدمين وحث في بيانات واتس أب التي سبق وتم جمعها أو اتخاذ إجراءات قانونية. وأثار تطبيق واتس أب جدلاً كبيراً الشهر الماضي عندما أعلن تغيير سياسة الخصوصية ما يسمح بمشاركة بيانات ومعلومات مستخدميه مع الشركة الأم. أنا غضب للغاية لكن في هذه الأيام أعتقد أنه من الصعب مواجهة مثل هذه الأمور فإما تستخدم واتس أب أو تتوقف عن استخدامه. فيسبوك قالت من جهتها إنها بصدد الاستعناف ضد القرار الأخير مؤكدة أن تبادلها لبيانات المستخدمين أمر قانوني وفقاً للقانون الأوروبي.